أكد الكاتب الصحفي في جريدة أصحى أخبار الخليج عبد المنعم إبراهيم في مقال الله بعنوان شبكة قطر الإرهابية لما وراء البحار أكد أن صورة الأكثر ضوحا في دعم الإرهاب فيما تفعله قطر هو دعم الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في البحرين والسعودية والإمارات أصدرت منظمة التجارة العالمية بيانا أوضحت فيه أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها وأن قطع الرياض علاقاتها مع قطر كانت بسبب تنصولها من الاستفاقيات وأن السعودية سعت من خلال قطع العلاقات إلى الحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر التهديد القطري المتمثل في دعم الإرهاب لم يقتصر فقط على السعودية لأن قطر حاليا من خلال تحالفها مع تركيا وإيران متورطة في شبكة كبيرة لانتشار الإرهاب في معظم الدول العربية والجانب الخفي منه أكبر من الجوانب المكشوفة فهي متورطة في دعم جماعات إرهابية مسلحة في سوريا وامتدت تحالف القطري التركي إلى ليبيا حيث مولت قطر تجنيد المرتزق السوريين للقتال إلى جانب ميليشيات ترابلوس الموالية للإخوان المسلمين وداعش والقاعدة وقطر هي التي تدفع ثمن الأسلحة التركية المتطورة وطائرات الدرون المسيرة التي تزود بها أنقرة قوات وميليشيات ترابلوس ومؤخرا تكشف دور جديد للإرهاب القطري في اليمن حيث تمول قطر ماليا التسليح والتجنيد للمرتزقة في معسكرات تدريب تابع للإخوان المسلمين في محافظة شبوة وفق خطة تركية وتمويل قطري وذلك بقصد إرباك التحالف العربي بقيادة السعودية وتفكيك جبهات صعدة وإنشاء ميليشيات مسلحة معادية للتحالف العربي وطبعا تظل الصورة الأكثر وضوحا في دعم الإرهاب فيما تفعله وما زالت تفعله قطر في دعم الجماعات الإرهابية الموالية لإيران في البحرين والسعودية والإمارات وتسخر كل أجهزتها الإعلامية وخصوصا قناة الجزيرة القطرية لدعم الجماعات الإرهابية ضد البحرين والسعودية والإمارات وشبكة قطر الإرهابية تمتد إلى غزة في دعم حماس ضد السلطة الفلسطينية وليس ضد إسرائيل وتمتد أيضا إلى سيناء مصر في تمويلها ودعمها للجماعات الإرهابية المسلحة هناك ودعم خلايا الإخوان المسلمين في القاهرة والمدن المصرية الأخرى وتمتد شبكة قطر الإرهابية إلى الصومال أيضا حيث تمول الدوحة ماليا الميليشيات المسلحة الإرهابية هناك وأموال قطر حاضرة أيضا في أفغانستان وباكستان في دعم الجماعات المتطرفة هذا بعض من شبكة قطر العنكبوتية المكشوفة وهناك خفايا أعظم ودور قطري في أوروبا وأمريكا في دعم التطرف الديني من خلال جمعيات خيرية